سألتك إضافة الإضافة اللي عملها كارترون ليه نادي الزمالك وعليس سألك سؤال لو نادي الزمالك في المباراة الأهلي وزمالك قادمة حصل حاجة بالنسبة لنادي الزمالك أو هقولك إمتى كارترون ممكن يمشي من نادي الزمالك كابتان أو الإدارة تتخذ هذا القرار لا مش هيمشي بس أولا هو ما أضافش حاجة قبل ما يمشي هو النادي الأهلي كان فارق في الدورة مش هو 20 بونت مش هو اللي كان مسك يبقى عمل إيه جاب لنا بطولة أفريقيا اللي هي الصبر جاب الصبر المصري طب فين الدوري فين الكاس فين أفريقيا فين أفريقيا هو كان ماشي في أفريقيا عشان فرقة الزمالك كانت ماشية كويس ماشي الخلل اللي حصل بسبب خسارة أفريقيا إنه قبل المطش قبل البطولة بمطشين قبل مطش الرجاء وقبل مطش النادي الأهلي قالك أنا ماشي والكلام ده مفروض لو فيه ناس محترمة مايرجعش النادي الزمالك تاني والأفضل بخاء بتشيكو يعني كابتان لا أي حد يمسك من ولادنا دي الزمال أي حد كان أحسن من الأثنين كابتان أسامة نبيل والله العظيم أحسن من الأثنين يعني بص أقولك على حاجة النهاردة لو قدت بالك أسامة فيه كم حاجة بيتنحرر ووقف وراه بس مش قادر يتكلم عشان فيه خلافات هو اللي المفروض عايز يتكلم أسامة أسامة عايز يتكلم لأن فيه حاجات في الملعب هو شايفها فهو غصب عنه بس الراجل طبعا هو واخد تعلمات سكت الجمهور لما يشوف كلام ده كنت أقولك أنت عايزين تمسكوا مكانه يا عم إحنا مش هنمسك مش هنمسك أنا عندي قلبي مفتاحه أنا عيتني أن نمسك عشان محد يشوف أيوة أنا معاك أنه هو ما يضافش حاجة ولكن الكلام مثلا على مدير فاني الحلول طب مين يمسك مع أولاد الندي ما بيجوا بيحصل نفس الموضوع يا حبيبي والمصحف لو خدوا الفرصة كابا أقولك على حاجة المجلس ده وقف بكل قوته مع الراجل ده ومدينه كل الصحياء وقف بالك وجايبينه عشان يوقعوا نادي الزمالك يعني اللي جابه أكسن بالله ما بيحب نادي الزمالك لأنه وراء بيحب نادي الزمالك بعد حركة أنه هو قابل بطولة الأفريقيا ويسيبك ويمشي أكسن بالله لو أحسن مدرف لو جوار دي قوله وربنا ما يجي بس هنقول إيه دي حاجة تاني حاجة مهجه هو في الأول خسرك بطولة دوري اللي انت بقى لك 6 سنين ما خدتهاش وبعد كده سبق في بطولة أفريقيا طيب انت جايبوا بقونان عليها عشان خد السوبر ده مطش واحد فيه مستشف مجرحات اليوم الواحد هو مطش واحد أحمد زيز ده أحمد يعني برضو بطولة مش اللي هي لأن عايز دوري وعايز بطولة أفريقيا كنت رفعتله الكبعة جي بقى أمجام يطلعك من أفريقيا خسر من نادي الأهلي اتعادل مع المقاولين اللي هو بقى له فترة ماشي ملطش وجي النهاردة بيتعادل مع بيرمد طيب هتاخد دوري إمتى هتاخد دوري إمتى إذا كنت إنت في المطشات التقيلة بتخش الجيم في الشوت التاني سواء في المطش الأهلي أو في المطش بيرمد زي النهاردة طيب إحنا بقى نقعد بقى نستنى بقى كل مرة نحط طيب إحنا عملنا قلبي مفتوح هنعمل إي تاني